وزارة الصحة وصلا بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي إلى 125 شخصا بعد خروج 115 شخصا في وقت سابق ونوهت الوزارة بأن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم مؤكدة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس في مملكة البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع اشتركوا في القناة